يا اهلا وسهلا في الفيديو ده هنستكمل سلسلة استعراض افضل برامج للكمبيوتر واللي بنستعرض فيها برامج مهمة ومفيدة بشكل كبير ومحتاج ان انت تستخدمها وده لانها هتوفى عليك وقت ومجهود كبير جدا والنهاردة هنستكمل السلساء دي وهنستعرض خمس برامج مهمة بشكل كبير وتستحق ان انت تستخدمها لانها هتفيدك بشكل كبير جدا في البداية جميع البرامج والتطبيقات اللي احنا نستعرضها النهاردة هتلاقي شرح تفصيلة عنها وعن الخدمة اللي بتقدمها كمان هتقدر توصل البرامج دي بشكل مباشر عن طريق الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو هيدخلك على طول على الموضوع ده منه هتستعرض المميزات التطبيقات ومنه هتلاقيه انها التطبيقات مرصوصة عندك بالشكل انت شايفه ده وتقدر تضغط على تحميل او تضغط هنا عشان توصل للتحميل بشكل مباشر وفي حالة انك لو لقيت تطبيق من تطبيقات الويندوز هيجيلك بالشكل ده كل انت هتعمل انك اتضغط له على جيت هيقول لك محتاج ان افتحه في المايكسوفت ستور هقول له فتحة مايكسوفت ستور هيجيلك بالشكل ده التطبيق ومكتوب هنا بدل لانش انستور هتضغط انستور ويبدأ معاك التحميل والتسبيق وبعدها تتحول لك الكلمة للانش والتطبيق الاول معانا هو تطبيق بيف تكس بيف تكس تطبيق صغير جدا لكن بيقدم لك خدمة مميزة جدا هتوفى عليك وقت ومجهود كبير جدا كلنا اسنان استخدام الانترنت بنحتاج ان احنا نكتب كلمات او جمل دايما معتدا ان احنا نكتبها زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت مثلا بتكتب مثلا خطاب او اي حاجة فبتكتب مثلا الجملة دي بتترسل او بتكتب مثلا ايميل لشخص مهين وبتحتاج في الاخر ان انت تكتب الايميل الخاص بيك فبدلا ما انت بتبدأ تكتب الايميل الخاص بيك كل مرة وكذلك لو فكرت فيها هتلاقي نفسك بتكتب جمل دايما عندك جمل سابتة كل مرة بتحتاج ان انت تكتبها وده مميل لبعض الشي ان انت تكتب نفس الجمل كل شوية وانها متعبة انك هتكتبها تاني خصوصا لو كانت جمل طويلة البرنامج ده هدفه ان هو يحل لك المشكلة دي من خلال ان انت بتكتبله كلمة واحدة وهو بيستبدلك الكلمة دي بالجملة الكبيرة اللي انت مش عايز تكتبها هو هيستغني لك على الموضوع ده وهيكتبها لك اوتوماتيك بمجرد ما تكتب بس الكلمة اللي هو انت معرفة في البرنامج هو هيكمل لك الجملة كلها بعد ما هتثبت البرنامج هجي لك بالشكل ده هتروح تضغط له على كومبوس بعد كده هتقول له new وبعد كده هجي لك الواجه بالشكل ده هتبدأ هنا تكتب له الكيوورد الكيوورد اللي هو الاختصار انا هكتب له مسلا السلام اللي هو اختصار للتحية السلام هنا هكتب له ايه نوع الجملة اللي هستبدلها بالسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله بالشكل انت شايفو ده بدلا ما هكتب الجملة دي كلها لا هكتب له الكلمة دي بس هتغط له على اوك ونبدأ نشوف حابب تضيف كلمة كمان او جملة كمان هتفضل هتعمل له نيو وهتيجي وتكتب له الجملة اللي انت عايزها مثلا الايميل اختصار ايميل خاص بيك فاكتب الايميل وهنا هبدأ كتب له الايميل اللي انت مسمائا خاص بيك خلاص كتبت600 الايميل خاص بيك وكتبت الاختصار Outside� conflict هتعمل له كذلك اي جملة انت عايز تعمل لها اختصار هتكتبها وتكتب الاختصار بتاعها تمام تمام نبدأ نجرب الموضوع ده هاجي هنا في النوت باد عادية وهبدأ للموضوع ده النظر هكتب بس السلام بمجرد ما هكتب السلام بص حفل ايميل ميم كتب لسلام عليكم احمد الله وبركاته واختصار للموضوع. طيب بكتب خطاب خلاص اللي هو هاي ومسلا اللي هو خلاص بودع وكده في الخطاب وفي النهاية عملت له مثلا الايميل. لسه هكتب على وانت لا ما ما نفعش الكلام ده. هتو حامل له مثلا الاختصار اللي هو الايميل ونجد ما اكتب الايميل اللي حصل كتب للايميل خاص به. هتفيدك بشكل كبير جدا لو انت بتكتب ايميلات او بتحط التوقيع بتاعك او اي حاجة البرنامج ده هيفيدك بشكل كبير جدا في الموضوع ده. البرنامج اللي بعد كده هو برنامج speed test. البرنامج speed test هو طبعي الموقع speed test عبارا عن برنامج بيقس لك سرعة الانترنت الفعيلية سرعة الدودリود وصرعة اللي موجودة عندك في الجهاز الخاص بك او اللي وصله للجهاز الخاص بك. كذلك بيقسلك الении الناس اللي هي بتحب الالعاب له بتاعها باللعبة. فبتبدأ تشوف الீ اللي وصله لها حقيق. بيفيت في الموضوع ده مثلا انت بتحمل تطبيق مثلا بتحمل اي حاجة ولقيت صورة التحميل بطيئة بتفتح مثلا مواقع الانترنت او موقع في الانترنت بتفتح لي مثلا يوتيوب واليوتيوب بطيئ جدا فانت حابب تعرف ايه صورة الانت اللي وصل لك هل لعيب من الشركة ولا لعيب من الموقع نفسه او الموقع اللي انت بتحمل منه بعد ما هتحمل التطبيق كله انت هتعمل انك تغطله بس على جوه هيبدأ يعمل واتصل بالشبكة بتاعتك هيجيب لك اسم الشبكة اللي هي ويه وبعد كده هيبدأ يشوف السوعة الخاصة بيها هيبدأ الاول يقول لك سوعة الدويل لطيئة اللي خاصة بك الليها سوعة تحميل انا جاب له ان هي خمسة ميجا تمام بعد ما بيخلص الدويل لطيئه بيخدش فاملاحظة ان هو هو يشوف لك الناترنت وفي النهاية يجيب لك النتجة اللي انت كانت بتتأكد هل ممكنه من عندك ولا ممكنه من الموقع والتطبيق اللي بعد كده تطبيق translator تطبيق Translator هو تطبيق ترجمة مشابه لتطبيق ترجمة جوجل اللي هو من شركة جوجل ولكن ده عبارة عن تطبيق ترجمة من تطوير شركة مايكروسوفت بيقدم لك بعض المميزات اللي مش موجودة في ترجمة جوجل اللي انت بتخشيلها عن طريق المتصفح البلنامج تقدر عن طريقه الترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية ومن جميع اللغات الموجودة في العالم كذلك تقدر تترجم من خلال الصوت تقول له أمر وهو يبدأ يتحلل الأمر اللي انت قلته له ده أول جملة اللي انت قلته له ويبدأ يجيبها لك بشكل النص يكتبها لك ويترجمها لك كذلك تقدر تترجم أي كلام لو انت بتكتب عن طريق touchpad أو انك بتمتلك لابتوب شاشة فيه لمس فمحتاج تكتب الكلام فبتكتب الكلام بخط ايدك بكل سهولة وهو بيترجمه لأكدر من ستين لغة كذلك انك تقدر تترجم النصوص الموجودة في الصور لو عندك صورة ومكتوب فيها نصوص باللغة الإنجليزية نصوص طويلة أو صورة مثلا لصفحة كتاب قصة أو رواية أو أي حاجة حابب تترجم الرواية دي أو حابب تترجم الصورة دي هتقدر تترجمها من خلال التطبيق بكل سهولة ده شكل التطبيق على المتجر بعد ما تثبتها هتطلع على lunch بعدها هيجي لك شكل التطبيق بالشكل انت شايفه ده تقدر طبعا هنا فيه التعليمات اللي انت ان انا قلتك عليها انك تقدر تكتب بخط ايدك كل مميزات كافة المميزات اللي ان قلتك عليها بعدها هيجي لك التطبيق بالشكل اول حاجة عندك اللغة هترجم من اللغة الإنجليزية للغة العربية اول عكس ان انا اضغط هنا هيترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية بكل سهولة تقدر طبعا تحدد اللغات ان انت عايز تحدد اللغة ترجم من اللغة هو بيدعم كل لغات العالم ولكن خلينا نبدأ نشوف من الإنجليش للعربي عندنا هنا 3 حاجات أو 4 حاجات عندنا أننا نحن نقدر نترجم بالتكست أو أنك تتكلم معاه أو أنك تترجم عن طريق الصورة أو أنك تترجم عن طريق أنك تكتبها مثلاً وليكن أنا هكتبله مثلاً هاي بعدها تلاقي ترجمها لك بكل سهولة وفي نفس الوقت في الفويس لو احنا في الفويس وتكلمنا بمجاعد ما تكلمت معاه هو عارف الجملة وبعد كده كتبها لي وترجمها لي بكل سهولة كذلك لو عندنا صورة هتقدر ترفع للصورة الخاصة الموجودة وهو هيترجم لك اي نص فيها والكتابة لو حبيت تكتب اي جملة وليكم مسلا هكتب له هاي شكل انت شايفينه ده هو هيبدأ يتعرف لي على الكلمة اهو يكتبها لي اهو ومرحبا ودي هتكون مزا مهمة جدا للناس اللي الشاشات بتاعتها تاتش سكرين ويقدروا يكتبوا باللمس عن طريق اللمس فهيقدر يكتب اي جملة وهو هيترجمها له هيحولها له ليه نص بالشكل انت شايفوا ده ويبدأ يترجمها له لأي لغة هو عايزها لو بصنا فوق هلاقي اربع اختيارات لو بصنا على اول اختيار هو الهيستوري بتاعك الهيستوري بتاعك كل حاجة انت كتبتها في التطبيق ده لو بصنا تحت هقولك ان انت عملت الريسنت ده اخر حاجة وده الكلمات او الترجمة اللي انت سبتتها لو نزلنا تحت تبدأ تشوف كل حاجة بالتوريخ يستر دي النهال ده انبالح بك هنبدأ نشوف النهال ده عندك حاجة اللي هي الانجلش تو ارابيك اللي هي اللغة اللغة من العربية الانجلزية محطوط هنا ايه جنبها علامة ده انت كتبتها بخط يدك طيب حالي ده انت تكلمت معي بحالو ده انت تكلمت معي ده انت كتبتها نص عايز هتفيدك بيه هتفيدك لو انت مسلا ترجمت حاجة كتير وانت كنت اي الحاجة مثلا بصوتك او كتبها بخط يدك هيوصل لك الايكونة بسهولة جدا طيب انت ترجمت مثلا من اللغة العربية لغة الانجلزية نص كبير مثلا انك هتبعته كايميل او حاجة وحابب تثبته يعني انت كتبته دلوقتي وهتعدل عليه بعدين بس حابب تثبته بحيث انت متوهش كل شوية تشوفه هنا كل انت هتعمل مثلا وليكن اللي هي هاي او مرحبا دي هضغط عليها ضغطة هيبدأ يجيبها لي بحيث ان انا اقدر اعدلها في اي وقت انا مش عايز الكلام ده انا اروح هنا في ثلاث نوات واقول له PIN ان انا اخليها PIN هضغط عليها ضغطة هشوف ال PIN اهي محطوطة ال Hello والمرحبا دي كانت مبالح ودي النهار ده اللي انا لسقطتها حالا البرنامج اللي بيعلي كده البرنامج كله وظيفته انه هو بيبدأ يراكتب لك او يعيد لك تسمية الملفات اللي عندك سواء صوت ملفات فيديو ملفات نصية اي كان صيغة الملفات بشكل اسهل بكتير من انك تكتبها بشكل يدوي هتوفع عليك وقت ومجلول كبير جدا وظيفة البرنامج لو عندك مثلا مسلسل انت بحمله مسلسل كامل والمسلسل مثلا مكتوب بشكل مبعثر او مكتوب على حسب التحميل اللي انت حملته مثلا الموقع مكتوب به او اي حاجة ملفات عادية او ملفات صور اي حاجة انت ملفات عايز ترتبع وليكن انا مثلا عند الفيديوهات دي الفيديوهات دي هنعتبرها ان هي مسلسلات او مسلسل حلقات من موسم في المسلسل تمام تمام وعايز عمل لها عملية ترتيب هروح في البرنامج هيجي البرنامج بالشكل ده هقول له add folder او add file add file لو انا حابب ارتب الملفات او اختار انا معين ترتيبة ملفات اما add folder ان انا هضيف folder كامل بالملفات بتاعتي كلها فانا هقول له folder هضغط ادع add file بعد كده هروح للملف الخاص بي انا الملف اهو لا كاسا تمام نفس الملف الحال هقول له اوكي folder جاب لي على طول folder في كل الملفات اللي انت شايفها دي هي هي نفس الملفات تمام تمام حابب انا اغير واكتب اي اول حاجة هشل له ده كلها وبعد كده هبدأ اكتب كلمة الحلقة هتلاقي البنمج الوتوماتيك جاب لك ان ده old name ده الاسم القديم تمام اللي انت شايفه ده وده الاسم الجديد اللي ربما موجود هتلاقي ان هو كتب لك الحلقة والحلقة اتنين والحلقة ثلاثة والحلقة الربعة والحلقة خمسة بدأ يركبهم لك بشكل انت شايفه ده بشكل مناسب كذلك انك تقدر تختار صيغة الكتاب او التمبلت الخاص بالكتاب لو احنا هنا عايز تكتب الملف ازاي او عايز تكتب التسمية جديدة ازاي انت ممكن تعمل مثلا size تحط size بتاعها جنبها هيبقى بالشكل انت شايفه ده الحلقة وجنبها size الخاص بيها تمام هشيل لانا size تقدر تعمل ايه تاني اقدر اعمل التسمية عن طريق برضو الملف نفسه او ال folder الخاص بيه فانا مسلا هواح تحت هنا وهختار ال file name هدوس على file name لو بصين هتلاهي مكتوب لكاسة والحلقة 1 الحلقة 2 الحلقة 3 الحلقة 4 خد نفس اسم ال folder وكانت تكون سهلت عليكم الموضوع بشكل كبير جدا وبعد ما هتخلص اللي انت عايزه بعد ما هتخلص اختار التمبلت وبعد ما هتخلص اختيار التسميات لو عندك مشكلة ان مثلا الحلقة دي مش هي الحلقة التانية لا الحلقة التانية هي الحلقة دي عادي جدا هتبدأ تختار على السهم ده وهتتحول لك دي للحلقة التانية وهتيجي دي مكانها الحلقة الثالثة حاجة متعدل في الترتيبات يكون دي التانية دي التالتة برحتك عن طريق اسهم هتبدأ تشتغل كده بكل سورة بعد ما هتخلص الموضوع ده كله هتضغط له على rename هيقول لك انا تمام هبدأ اغير لك كل الملفات دي للملفات او التسميات الجديدة هقول له yes بعد كده هقول لي خلاص rename تم خلاص بعد كده هتقول له restart عشان ابدأ بحيث لو انا عايز اعدل حاجات تانية في البرنامج فلعليه وقت كبير جدا انت خانك بتعمل موضوع ده على صور كتير جدا او ملفات كتيرة 200 ملف تلتميت ملف فالبرنامج ده في ضغط زر واحدة حجمه صغير لكنه عمل شغل كبير جدا والبرنامج الاخير معانا برنامج VLC برنامج VLC واحد من افضل مشغلات الصوتيات والفيديوهات الموجودة في الانترنت البلنامج مميز جدا برنامج وجهته بسيطة مفاش اي تعقيدات خالص كل انت بتعمل انك تقدر تشغل في الفيديوهات او تشغل في الموسيقى البلنامج متقدم جدا تقدر تعمل فيها حاجات كتيرة مميزات كتيرة جدا نربه نشرح خصائص وحركاته بعدين في فيديوه منفصل لوحده لانه مميزاته كتيرة ولكن البلنامج مميز جدا سريع جدا يعني فيه ناس بتقابلها مشكلة انه هو مثلا ما بيجي يفتح مثلا اي فيديو او اي فيلم عنده بياخد وقت على ما الفيديو بيفتح او بياخد وقت على ما الفيديو الخاص به يفتح وفيه ناس جات لي قالتلي ان دي مشكلة في الجهاز الجهاز بطيء ليه في فتح البرامج كل انا عملت ونسبتلهم بلنامج VLC واي فيديو بقى بيفتح بسهولة او بسوعة جدا وده احد مميزات VLC القوية جدا كذلك ان تقدر في البلنامج تعلي الصوت كضعف الصوت الموجود بحيث لان او صوت الفيديو ضعيف تقدر تعليه زيادة عن اللزوم زيادة عن الصوت اللي نازل بيه في الفيديو بلنامج VLC بلنامج مواس جدا وراعي جدا انصحك ان انت تجربه لو بلنامج ده مش عندك وبكي اكون شرحت لك خمس برامج مهمة انصحك ان انت تجربها بلنامج زي ما انت شفت برامج كلها مفيدة هتفيدك في حياتك وهتفيدك وهتوفى عليك وقت كبير جدا ممكن توفى عليك وقت بالساعات في النهاية لو عاربك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة فعل زيادة جهاز عشان وصلك كل جديد ومتنساش تابع موقع انتك موقع انتك بنقدم عليش روحات ومواضيع ما بنقدمهاش عالقناة فمتنساش تابع موقع انتك كل يوم هيعجبك وهتفيد منه ان شاء الله ده اللي كان عندنا الهالدة اشوفكو في فيديو جديد مع السلامة